بدأت مجموعة صيني للأعلام تصوير فيلم وثائقي جديد حول منطقة سيونغان الجديدة حيث ولقى رئيس مجموعة الصيني للأعلام شنهاي سيونغ وهو أيضا نائب رئيس دائرة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعية الصينية كلمة بهذه المناسبة قال فيها إن هذا الفيلم الوثائقي يهدف إلى استقبال المؤتمر الوطني العشرين المرتقب للحزب الشيوعية الصينية والذكرى الخامسة لتأسيس منطقة سيونغان الجديدة والتي تقع على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غربي العاصمة بكين وستعمل كمركز اقتصادي لتنمية منطقة بكين تيانجين خباي وأقلش من الفيلم الوثائقي سيقدم سجلا بانوراميا لعملية بناء منطقة سيونغان الجديدة وسيظهر بصورة حية ملامح المنطقة كبلدة اشتراكية حديثة رفيعة المستوى شكرا